الحقيقة مش بأسباب اقتصادية فقط اللي ممكن تقوله في قرارين حصلوا في الحكومة البريطانية الحكومة البريطانية آخر تلوين اللي فاتوا دول قرارين يعني مش لأسباب اقتصادية بس القرار الأول إلغاء زيارة الملك تشارلز إلى مصر كان مفروض أن تشارلز هيجي مصر في قمة المناخ الملك تشارلز القرار الثاني غلق إذاعة البي بي سي بالعربي وبالفارسي ما هي أغلقه الاثنين نيجي بقى للقرار الأول أو نروح للقرار الأول بنصيحة من ليز ترس أو ليزا اللي هي رئيسة الوزراء الجديدة الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ المقبلة في مصر طبعا هم بيقولوا بنصيحة وده كلام مخفف لكن يبدو أن الست قالت له يعني التفاصيل هو قالت له لأ مش هتروح بقى لأنه القصة من سي إن إن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث لن يحضر شخصيا قمة المناخ وفادت وسائل إعلام بريطانية أن الملك تشارلز قد تخلى عن خطته لحضور قمة المناخ الشهير المقبل في مصر وذلك بنصيحة من رئيس الوزراء علمت سي إن إن حضور الملك لم يتم تأكيده وأنه بعد مشاورات مع الحكومة كان هناك تفاهم مشترك بأن قمة المناخ ليست الحدث المناسب لتكون أول زيارة خارجية باعتباره صاحب السيادة الله يعني إنه يجي قبل السيسي ده مش حدث مناسب للملك تشارلز؟ قالك آه إنه يجي يشوف مصر وجو مصر والحاجات دي مش حدث مناسب في أول زيارة للملك؟ قالك آه إنت تزعل بقى تتفلق؟ إنت الوطنية عندك نفكاك؟ إنت حر بس ليز قعدت مع الملك تشارلز قلت له كونك تروح مصر في قمة المناخ؟ فأول زيارة ليك بعد ما بقيت ملك مش حلوة مش مش إمتك مش من إمتك تروح تقبل السيسي يعني كلام جارح يعني كلام جارح وحاجات في هندي يعني أما الخبر الثاني فهو غلق إذاعة البي بي سي فجأة كده طلق قرار إغلاق البي بي سي العربي مش البي بي سي الإنجليزي البي بي سي العربي بعد 83 سنة من نشأتها وكلمة من إذاعة البي بي سي من لندن بعد الجملة دي 83 سنة أغلقوها هي واللغة الفارسية إيه بقى اللي حصل فيه أسباب اقتصادية فيه أسباب اقتصادية لكن ده فيه أسباب تانية إن منها مثلا إنه البي بي سي خلص يعني تخلفت عن مواكبة التطورات العالمية يعني ظهرت قنوات أشد زي سينين زي الجزيرة دي حقيقة على فكرة يعني فظهرت القنوات دي بينما البي بي سي تخلفت جدا الأستاذ عبدالله السلام كان كاتب مقال يعكس لك ليه البي بي سي أفلت بيقول ما كانش غريب ولا مفاجئ ليه أهو خطيئة بي بي سي ولا كان مفاجئ ليه أنه بعد أيام من موفاة الملكة إليزابيس وهي آخر ملكة آخر رمز الإمبراطورية الشاسعة تحولت إلى بريطانيا بقى بعدها بريطانيا الصغيرة المنغلقة على ذاتها والتي لم يعد بمقدورها الحفاظ على قواه النعيمة بالعالم هيئة الإزاعة بريطانية زي بريطانيا بالضبط مؤسسة إعلامية مترهلة فقطت ظلها وبريقها في عصر إعلام الرقم الجديد فآترت الإنسحاب تدريجيا من الساحة إنها بنت زمن آخر كان في الإعلام العام المدعوم للدولة والصيحة والنموذج الآن يواجه هذا الإعلام القديم أزمة وجودية تتمثل في عدم قدرته على التكيف مع تطورات الجديدة إلى آخره أهم مهزو وده أنا مش مرتبط بي يعني الحكومة البريطانية بتواجه أسوأ أزمة اقتصادية وعشان كده الحكومة بتسعى لتقليص كل ما هو غير ضروري وجرى اعتبار إن خدمات البس العالمية إنها برضو كتير يعني كما تم انتقاد الهيئة كان انتقاد كما أن انتقاد الهيئة الشديد لبعض السياسات المحافظين أغضبت الحكومة فالحكومة انتأمت منها بوقف الدعم خلال سنوات القصة هي دي بقى بصراحة يعني سيبك من أي قصة تانية القصة ببساطة إنه البي بي سي وجهت انتقاد للحكومة للحفظ المحافظين الست اللي جات دي من حزب المحافظين أول حاجة عمليتها رفعت الدعم عنهم أنت مركوش عندنا حاجة على فكرة والبي بي سي ما أغلقتش يعني البي بي سي موجودة الإنجليزي موجودة إذاعة موجودة حتى كل تقسيماتها الأخرى موجودة لكن اللي أغلقت البي بي سي عربي والبي بي سي فارسي بس المقار رائع جدا اللي بعده ترجمة نانسي قنقر